عشرون عاما استغرق تشريع قانون الضمان الاجتماعي الذي أقره بجلس النواب الأسبوع الماضي هذا القانون وصفه مستشار رئيس الحكومة بأنه سيكون محركا للقطاع الخاص ويمكن أن يوفر فرص عمل للشباب وهو ما لم ينفيه خبراء الاقتصاد الذين أكدوا أن قانون الضمان سيقلل المطالب بالتعينات على الملاكات الحكومية طالما أن القطاع الخاص يوفر العمل بالتساوي مع القطاع العام بالحقوق والواجبات والرواتب التقاعدية هذا القانون خطوة في الاتجاه الصحيح لا شيما وأنه يضمن للعاملين في هذا القطاع الخاص مرتبات تقاعدية لا تقل عن مرتبات التي يتقاضاها الموظفون المتقاعدون في القطاع الحكومي إذ وحسب وسائل الإعلام مبلغ مقدار الحد الأدنى للراتب التقاعدي للعمال المضمومين 350 ألف دينار وهذا ما يعطي ثقة في العمل في القطاع الخاص وإفساح التكالب الحاصل على الوظائف الحكومية من جانبهم يؤكد خبراء في القانون أن تشريع قانون الضمان الاجتماعي سيكون حافظا لحقوق العامل والموظف في القطاع الخاص ويؤمن وظيفته وحقوقه ولا يتيح لأحدنا التعدي عليها لكنه قد يكون بلا فائدة من دون تحريك الاستثمار وتفعيل القطاع